موسيقى السلام عليكم اليوم نرى المشروع ربط مدينة بيجايا بطريق السكك الحديدية الشمالي على مستوى بلدية بني منصور وهذا الخط يمتد على مسافة حوالي 90 كم بعد المشروع يربط مدينة بيجايا بطريق السيارة الغرب الآن يوجد المشروع هذا سكك الحديدية يربط مدينة بيجايا بالطريق الخط الشمالي على مستوى بلدية بني منصور اذا على مسافة 90 كم واللي يحتوي على 6 محطات وبعض المحطات فيها عملية تجديد محطات هذه والبعض الاخر فيها عملية بناء محطات جديدة وكذلك للعلم ان هذا الخط السكك الحديدية يحتوي على زوج انفاق كبار الاول يقع في بلدية سيمعون ويبلغ طوله حوالي 700 متر والثاني يقع في بلد سيدعيش ويبلغ طوله حوالي 1000 متر اذا هذه هي والاشغال هذه تحتوي على تحسين المصار وازدواجة المصار وكهربة المصار تحسين المصار هذا كذلك لبقى يدخل في شبكة الوطنية السكك الحديدية اللي راهي قيد الانشاء من طرف تحت اشراف الوكال الوطنية للدراسات ومتبعة الاشغال في السكك الحديدية لا نثريف اللي راهي قايمة بالواجب كما يلزم ان شاء الله كل هذه المشاريع تنتهي في وقتها لتسلم الى المجموعة وطنية واستفد منها المواطن الجزائري اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم